زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين ومن ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام إنها صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها تزوجها قبل إسلامها سلام بن مشكم ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق وكان من شعراء اليهود فقتل كنانة يوم خيبر عنها وسبيت وصارت في سهم دحية الكلبي رضي الله عنه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عنها وأنها لا ينبغي أن تكون إلا له فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم من دحية وعوضه عنها سبعة أرأس ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طهرت تزوجها وجعل عتقها صداقها كانت رضي الله عنها من سيدات النساء عبادة وورعا وزهادة وبرا وصدقة كما كانت شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودين من خصائصها ما جاء عن أنس قال بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي فبكت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك فقالت قالت لي حفصة إني بنت يهودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك ثم قال اتق الله يا حفصة توفيت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها سنة خمسين للهجرة ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها